ايام قليلة تفصل العراقيين عن الذكرى الثالثة لثورة تشرين التي انطلقت عام 2019 واطلقت شعارها الواضح اسقاط المنظومة الحاكمة بجميع رموزها وادواتها وإقامة حكم وطني عادل وحر لكن القمع الذي مارسته القوات الحكومية والميليشيات فضلا عن الاوضاع الاقليمية والدولية انذاك وجائحة كورونا شكلت عقبات امام الثورة وجعلتها تمر بمراحل متباينة بين الفتور والقوة الا انها رغم كل العقبات لم تسلم الراية بل على العكس تماما اكتسب شباب الثورة خبرة في التعامل مع المستجدات ونضج الوعي السياسي اكثر وانفضح اجرام الميليشيات وفشل الحكومة وبذلك اصبحت ثورة تشرين اكثر تعبيرا عن خارطة تخليص العراق من الحكم الفاسد وقبل حلول الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين تشهد بغداد انتشارا امنيا مكثفا ونصب نقاط تفتيش جديدة للجيش والشرطة فيما انتشرت مفارز من جهاز مكافحة الارهاب وسط تساؤلات من قبل المواطنين عن سبب تلك الاجراءات غير المفهومة لغاية الان وما زاد الامر ريبة هو عقد اجتماع بحضور قيادات امنية وعسكرية في القصر الجمهوري مثل رئيس جهاز المخابرات ووكيل وزارة الداخلية بالاضافة الى قائد العمليات وغيرهم من قيادات الصف الاول وينظر كثير من المراقبين الى التحركات الامنية الاخيرة بوصفها استعدادات مبكرة لمواجهة ما يمكن ان ينفجر في اي لحظة في ظل الاحتقان على الواقع السياسي المتأزم منذ اشهر طويلة من جهة الناشطين هناك يقضة كبيرة لاي سيناريو محتمل لمواجهة تظاهرات ثورة تشرين او اي طرق احتيالية لاقحامها في احتجاجات الاطراف المتناسعة سياسيا ثلاث سنوات من الثورة واجه فيها المتظاهرون كل مخططات اخمادها وكانت كافية لان يتعلم المتظاهرون كيفية تحقيق اهدافهم في اسقاط العملية السياسية مهما امتد عمرها